أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مشروع تطوير حديقة تلال الفسطات والذي يشتمل على تطوير الكثير من المزارات السياحية وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة لزيادة أعداد السائحين جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس الوزراء في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية والتي استهلها بتفقد مشروع حضائق تلال الفسطات وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء أهمية تكتيف الجهود المبدولة في هذا المشروع والإسراع في معدلات تنفيذه ودراسة طرح بعض مرافقه ومكوناته للتشغيل في أقرب فرصة ممكنة بما يسهم في دخول المشروع حيث تشغيل بشكل تدريجي هذا وأكد مدبولي أن الحكومة تضع على أجندة اهتماماتها الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وكذلك زيادة المساحات الخضراء بمعدل أكبر مع الحرص على الحفاظ على استدامة هذه المساحات طوال فترة تنفيذ المشروع وكذلك العمل على استدامة أعمال الصيانة لما تم تنفيذه حتى الآن ولحين اكتمال المشروع بصورة نهائية ترجمة نانسي قنقر